السلام عليكم البنات كديري اللي بساليكم تنتم بناتكنو كاملين بخيرو على خير اليوم ان شاء الله البنات غادي نحضروه ثاني وصفة اللي سهلة بزاف مقاذر اقتصاديين غادي نحضروها غير في المقلة بلا فران غادي نعطيكم الاسرار باش تنجح معاكم هذا البيتزا غير في المقلة كيف ما قلت لكم وغادي نعطيكم الفرماج اللي هكا كاملين تتقول يا مريم يعطينا الفرماج اللي تيجيرو مالينسون دويتشاته كف البيتزا غادي نعطي لكم ارتبع الفيديو من الاول حتى الاخير لبنات فاول حاجة غادي نبدو بالطحين اللي غادي نحتاجو ليه ربعة نتوع الكيسان تلعنبه نتوع الطحين البيض غادي نضيفو اليوم الملحة من طبيعة الحل الملحة تتبقى على حسب الضوء بالنسبة ربعة الكيسان لبنات راوما 400 قرام غادي نضيفو كيس نتاع الخميرة نتاع الحلويات وغادي نضيف جوش المعالق صغار نتوع الخميرة انا خدمت بالخميرة الفورية ممكن تعودوها بالخميرة المعجونة لبنات غادي نضيفو 4 كاس نتاع الزيت البلدية ممكن تخلطو بين الزيت البلدية وزيت نباتية لبنات وغادي نضيف الزيتر هادو هما المكوينة كيف ما قلت لكم سهلين وبساط باللي موجود في الطار ان شاء الله هكا نوجدو وصفات باللي موجود في الطار كيف ما تتحطو اليهاكا في التعليق ويكونوا ساهلين والآن بأنهم تيجيوا وبنان تيجيبو لوليدات صغار وحتى الكبارة البنات وتتحضروها كفر مش تلعين فغادي نخلطو كل شي دوك المكوينة تغرب الطرابليا دا واحداتين ساجمو مع بعض زيتهم ومن بعد دا نضيف ليهم كاس ونص الحليب بنفس الكاس اللي عبرت بيت طحين هو باش تنعبره لبنات الحليب سوف تنبدا تنخلط اللي عندو الحليب بودرة غادي تجيرو تقريبا واحد جوجت المعالقين تاوح الحليب بودرة وتتجيرو كاس ونص نتعلما انا هنيا درت الحليب عادي درت كاس ونص ومن بعد دا نضيف تنحت حدا هي واحد جوجت كيسان نتوع المع دافي وتنبدا تنضيف داك شليز زيت لي العجينة را غادي نقول لكم فالاخر ضفت هنيا كاس تلمع دافي وهاني غادي نضيف تقريبا واحد نص كاس تلمع دافي فما كملتش لياجوش كيسان تلمع فازات لي كاس ونص الحليب وكاس ونص نتعلما دافي صافيتان بدا نخلط كل شي بتطراب اليادوي متانديرش تطراب الكهرباء اي اير بتطراب اليادوي هكا البنات بدو تطربو بشوي بشوي حتى تتحل ديك العجينة هكا وما تيبقاوش عندكم دوك الكريكي بات نتوع ع الطحين او لا تبقى لكم هكا شي حاجة ما مخلطاش هانتوما البنات هادي نوريكم القاوة منتاع العجين كيف تيكون تنخلط بشوي 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 حتى تتخلط لي العجين وتين نساجم بالنسبة لهذا الخالي سالبنات راتيكون القاوة منتاعو تقريبا بحال الخالي تنتعل الكيكي شوفوش حال شاطلية من جوش تلكيسان تلماء هادا كشي اللي شاطلية لبنات بقريبا واحد نصف كاس مازدش لي جوش تلكيسان وفاشتان بدو تنخدمو فيها را ممكن اكا يتطحين تاني لكانتش يشرب هاد يشرب لكم الى بلكم تحين شربوا بلكم العجين بانه وتقال هادا تضيفو شوية الماء اه دافي او لا شوية نتاع الحليب دافي وتتبقى وتتحركو حتى تتطلق العجين ثاني عادتا بدو نخدمو بيرا متخافوش را ما يوقع اليه ولو البنات سافيني مني نخلطو غادي نجيب المقلة المهم اي مقلة عندكم بغير ما تكونش تتلسا تندهنها بشوية نتاع الزبدة و ما عندكوش زبدة تدير واحد شوية نتاع الزيك المهم هو تكون المقلة مدهنها من الوسط و من الجواني بمزيان على البنات سافيني نجيب تقريبا واحد المغرفة و نص من هاذاك الخالط تنفرغها في المقلة وتنبدأ تنازل المقلة هكا تنحاول نسرح هاذاك العجينة لبنات بالنسبة بالنسبة لطريقة طايرة و مهمة بزاف و تتبقوهم و ماتتنجحش معهم الوصفة حنت كنت حطيت هاذ البيتزا داك العام و شي بنات نجحت معهم و شي بنات قالوك هاجاتهم معجنا فرا طريقة طايرة مهمة البنات بزاف هاد الوصفة هي راسالة و لكن طيبة فش بقت بالنسبة للبطاة تكون ناااااااااا بحل شمع تنفرغوا الخالط و تنقطوا عليه مثلا بشي طبيبيسيل او لقطان تاشي قاميلا أو اللشي حاجه وتنقطوا عليه وتنخليها الطيب فعافيا مييلا منين تطيب من الجاة انتاها تنقل باها بعد شكل حيدا وتقريبا تنخليها من الوجه الثاني تطيب غير واحد شوية وجه تنطيبه مزيان وجه تنطيبه غير شوية مش بزف ودائما العفية تكون مهيلة الى الجهدات لكم عاودوا نقصوها البنت عاودوا نقصوها المهم تكون مهيلة بحل الشمارة انا باقي تنقص منها على هات الجهد صفو تنخليها تاخد حقها فطيب مزيان باش طيب وما تجيناش معجنا منين تطيب من الوجه بجوج تنزا وتنحطوهم فق واحد سريبيتا ما تنحطو مش البنت هاكفشة بيصل ولاش حاجة تنجيرو سريبيتا وتنحطو حدا 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 باش ما يعرقوش لنا وما تنحطوش حدا عوداني فقو حدا باش ما يعرقوش ويلسقو لكم يجوكم معجنين صفيني منين طيبت الكيمية كاملة فاعططني ستة انتوع الحبات ستة البيتزا تلبنت ملاها دي الحاج ماذا ماشي صغير ماشي كبرت قريبا متوسط تناخد اول بيتزا المهم تناخد وحدة هادي نوريكم كيفش غادي نصيبها هادي نجيبها تنحطها في المقلة هنا يراتها فيها العافية تنحط الجيال اللي ما طيباش اللي ينشفنا تنحطها يلي عطيه وجهة للمقلة والجيال اللي تحمرت هي اللي تتكون من الجيال عندي كيف ما قلت لكم في طريقة طي بلصة تنطيبوها مزيان وبلصة بحالي غير تنشمعوها هي اللي سنحطو دابة في المقلة باش تكملينا الطيب اما يلا طيب دابة سفنية يارا ما هاتش تكمل الطيب دابة هنا ايدي نوريكم سلسلة طماطين باش خدمت انا هادي كنتع تلبيتزارة دير هادك لحوكة البنت دير خمسة دراهم ايلا بويتو تصيبوها صيبوها في الدر انا هكا تنزرب شريتها وخدمت بها اما يلا صيبتوها في الدر شريتها تطلع اقتصادية اكترى البنت وصراحة تادي زوينة انا هي تناخد ديك ديك هالسلسل تاعت البيتزا تنزعها فوق العجين ومن بعد دا نجيبوها تلكمية اللي مهيما تاعت الفرماج مو تزاري اللي محكوكة البنت باش هكا تجيكم بحال البيتزان تاعت السمقة وإلا ضربتوها حسبارة لذلك الحبات اللي جينا نديرو فهم الفرماج كتيرو نصيبوها لحقوم وطريقوم را تطلعو نااقصنها البنت اللي شريناها من الزنقة قريبا كتر الفرماج تكون يديكم في سخية سوف يوم نبعد تنجيب واحد شوية نتاع الكفتة يا اما بقري يا اما يا اما دجاج المهم اللي متوفر عندكم تنديرها كواري تندوزها في المقلى ضغيام وتندير واحد شوية انتع سدر دجاج حتى وادوزتو في المقلى مع شوية زويتا والملحة والبزار وتندير واحد الرششان طاعت الطون هادو غادي يكون ببيتزات ميكس غادي يكون فيهم كل شالب ناس صفو من بعد تنجيب الفلفلة مقطعة رقيقة وتنبدا تنحطها بغيتو تدروا الفلفلة خضرة او الحمراء او الفلفلة الورانج اللي عندكم انا انا اكتفيت بعد الشي ممكن تدروا حتى الكروفيتا البنات اللي عندكم حتى وطنصوطي واكاي شوية في الملحة والبزارو زويتا وتنزينو به المهم اللي عندكم عندكم مثلا شي هبران تحت شيحوت شاط لكم في شي طاجين او لا شاط في شي هاكا طيب توشي طاوان تحت الحوت برا بيضو شاط لكم حتى وفردتو تجير وتندير شوية انت على الفطر المعلب غير واحد شوية تنحكوا لها الزعتر وتندير ديك الزيتونا من الوغس ديك الزيتونا اللي ضروري هاكا كحلال البنات سوف يوطنغطي عليها العافية عود تادي انت تكون بحال الشمعة ضروري تكون نقصة باش تتاخد حقها في الطياب وتت ااكا ما تتجي فين تسخن وتيدوب داك الفرماج وتتعلك فيها اما اللي جايتو عليها العافية را غادي تحرق لكم وغادي تبقى لكم معجنال البنات وما غاديش يدوب الفرماج وحتى اللي جايتو البوطف النوب اللي ولا را غادي تحمر لكم وغادي تبقى معجنة من الداخل فرادك شي باش تركز على طريقة الطيب انا يا مني انتبط البنات الطيبة الثانية داب داك الفرماج تجي على هذه الشكلة دا تجي خطيرة البنات والله جربوها بهذا الطريقة هادي هادي تعجبكم وغادي تعجبوه ليداتكم شوفو واخد حقام الطيب ما معجنة موالو وتجي بحلي عجنينة وخامرة وزا ما بحلي البيتزا بتقولوش بانها سائلة بصفة نهائية غارت تبعو الطريقة وان شاء الله تنجح معكم بحل هكا بالنسبة لك انتو هكا عدد الافراد اللي قليل وصيبتو هاد العجنة درا ممكن تحتفظو بف بلاستيكات في بلاستيكات سبحو ليه لبنات في بلاستيكات وتحتفظو بفلوم جميد منين تبغي ورا غادي تجي بدوه وتعمروه وتديرو لها نفس طريقة بالنسبة كانوا سولوني شي بنات قالوا ليه مريم فاش نعمروها واش ندخلوها الفران تكمل طياب ايه ممكن تطيبوها هكا في المقلاة وتشدوها منين تعمروها تديروها في الطاوة ودخلوها الفران تكمل طياب البنات تجيحتها كاك زوينا بالنسبة اللي بنات اللي ما عندو مش الفرار را غا تديرها في المقلاة اولا اكا اللي بغتها في المقلاة اولا اللي بغت غير وحيدة تركس نتاع الطحيرة تجيزوينا هكا غير وحيدة تغييتها توجد فرمش تليعين هنا يا بالنسبة البتزا التانية حتي بنفس الطريقة تنجيبها الجهة طيبة تتكون عطية اللي جاي عندي والجهة اللي اهم شمعين هاي اللي سنديرو من التحت تنجيب الفرمج موضر اللي را غادي نوري لكم البنات هدك باش خدمت اللي تاخدمو بها هدو كليف السناكات را تيدوب وتيجي معلك وتيجي زوين هو اللي تاخدمو بها صراحة هدو كليف السناك وغادي نجيب هنا الكفتاء غادي نجيب صدر الدجاج وشويان تعطون الفطر بويتو تدرو حتى شوية البصلة هكا مقطعة رقيقة اللي تيبغيها ممكن تدروها بالنسبة اللي ما تيبغيش انا درتها بحالة درت الفلفلة خضراء اللي ما تيبغيش خضراء ممكن تشحرها بشوية زيت وشوية الملحة والبزا وتخدمو بها هيا والبصلة انا انا تجيبني هكا صراحة وتجيزوينا غير ايامو يم تقطعوها رقيق وقاها البنات تكون رقيقة بزاف سوف يدانست في ديك الفلفلة ترش الزعتر اللي ضروري ديك رش الشانطة ديك الزعتر ديك الزعتر ديك الزعتر ديك الزعتر هدا هو المدزر اللي اللي تيخدمو بها في السناكات هنتو ما صوروه وصوروه وشريوه را ديرت قريبا كان صراحة غير خيص قبل رمضان ولكن ده بزادو فيه ما عارش بلجتان سول لكم باش تأكد لكم في الثمن ونحطو لكم في الصندق الوصل اختكم را العقل عندها غير علاقة للحال را مشيت مع الرجل وتقدينا وقلت ليه باش حال وقلت غانا عقل للثمن ووال ونسيت حتى نقول لكم عندي دا كرة السمكة تنسى ضغية الحمد لله را نعمها دا كنسية حتى هو هنا يمنين تطابو تيجيو على هاد الشكل هادا شوفوا البنات كي تيجيو تيجي العجن زوين الحشوة حتى هي زوينا اللي ممكن تنوعو فيها اعطيتكم بزاف تلا اقتراحات طريقة الاحتفاظ غير ما تنسوا نيشى البنات من التعم بلايك بارتاج الفيديو اللي ما تفرجتش فلوسة الفيديو وما شفتش الفرماجة اوه البنات عاو تصورتو لكم باش تشوفوه اوه بس حور راح البنات و اوه